استقبل الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيت بمقارة الأمانة العامة نائب رئيس وزراء فيتنام تران لوكوانجا على رأس وفد رفيع المستوى في أثناء زيارته إلى قاهرة وأعرب أبو الغيت عن ترحيبه بزيارة المسؤول الفيتنامي وأكيدا أهمية تعزيز العلاقات بين جماعة العربية ودولها الأعضاء من جانب وبين دولة فيتنام من جانب آخر في مختلف المجالات من جانبه أعرب نائب رئيس الوزراء الفيتنامي عن شكره لهذه الاستضافة مشيرا إلى أن زيارته تعد أول زيارة رسمية من نوعها لمسؤول من الحكومة الفيتنامية إلى مقر جامعة العربية معربا عن تقديره كبير للدور المهم الذي تقوم به جامعة العربية بيت العرب للحفاظ على السلم والأمن في المنطقة اشتركوا في القناة